صورة اليوم تنقلنا إلى اليابان وسط مخاوف من فجار أضخم للبركان التقطت صور له وهو ينفث الدخان الكثيف والسخور المشعلة إنه بركان ساكورا جيمال متواجد في منطقة غاشو شيما جنوب اليابان حيث غطت الأدخنة مساحات تتجاوز الكيلومترين والنصف ما دفع بسلطات المحلية في المنطقة إلى دعوة عشرة سكان إلى إخلاء منازلهم خاصة بعد إصدار الوكالة الوطنية لأرصاد الجوية اليابانية أعلى مستوى من الإنذار لجبل بركان ساكورا جيمال رئيس الوزراء الياباني فوميو كشيدا حسب الناطق باسم الحكومة أعطى توجيهاته للحكومة للعمل بتعاون وثيق مع البلدية المحلية لضمان تجنب الاضرار بما في ذلك عبر عمليات الإجلاء وتعد اليابان موطنا لعدد من البراكين الناشطة وهي دولة تعودت سلطاتها كما شعبها تعامل مع وضاع طبيعي غير مستقرة حيث أن البلد يعيش على سبيل المثال على إقاع عواصفة وزلازل متكررة وحتى براكين قابلة للانفجار في أي لحظة وبركان ساكورا جيمال في العادة يطلق دخان والرماد لهذا يعد معلما يستقطب العديد من السياح وهذا البركان بركان ساكورا جيمال كان في شكله السابق جزيرة لكن بسبب تدفق المصمر لحممه أصبح الجبل متصلا بالبر الياباني وتحول إلى شبه جزيرة ترجمة نانسي قنقر